اهلا بكم مرة تانية نهاردة فيديو ستسنائي لأحد افضل اصدارات بوكو عالميا احد اعلى اصدارات بوكو متوفرة في معظم الاسواق وهو البوكو اف سري بوكو اف سري نزل لمصر وتسعر في مصر تاسعين ممتاز جدا سبعة تلاف جنيه لنسخة المتين ستة وخمسين جيجا مع رمات تمانية وستة تلتمية لنسخة المية تمانية وعشرين مع ستة جيجا رام شكل نفذة مجموعة الكاميرات الخلفية لمجموعة اصدارات شاومي الاخيرة هي بتخلق اهوية واضحة علين بويلات شاومي سواء مي او ريدمي او بوكو الموبايل هنا بيجي بتصميم جديد ومميز مع ظهر من الازاز المصنفر في اللون لابياد اللي معانا بقى الالوان بتكون ظهر ازاز لامع تماما مريعة كسها بشكل ممتع مع ثلاث كاميرات خلفية بروز على درجتين عامتا التصميم في المجموعة المميز وانا حبيته جدا خاصة مع وجود كرفات دقرية على اطراف الظهر الازاز بتحسن مسكة الموبايل جدا وبتخليه واحد من اجمل تصميمات 2021 يعني في اي برند منافس او حتى من اصدارات شاومي المنافسة مستشعر البصمة هنلاقيه مدمج على زرار الباور وادقه سريع جدا ومميز كمان انه مش غطصان في الفريلم الجانبي وده مفيد جدا في متانة الموبايل وانتأكد من الكلام ده من خلال اختبار عنيف جدا كمان شوية وهو اختبار التاني شاشة البوكو افسري بمقاس كبير ستة سبعة وستين من مية طبعا مقاس كبير كان معتاد شاشة هنا سوبر امولت او امولت ان كان سميها زي ما تسميها بتدعم تردد مية وعشرين هرتز شاشة امول بتدعم تردد مية وعشرين هرتز ده يعني حاجة نادرة ما بنشوفها تحت سبعة تلاف جنيه وده مفيد بشكل عام آآ من ناحية ثلاثة التنقل في الوجهة والالعاب اللي بتدعم التردد العالي جدا شاشة ما دعمها بطبع حماية جوريلا الجيل الخامس وبتدعم محتوى الاش دي ارتز بمستوى سطوع عالي بيوصل لالف وتلتمية نتز شاشة جميلة جدا وممتع بألوان مشبعة بنسبة تباين واحد الى خمسة مليون مع معدل استجابة تلتمية وستين هرتز وبالتالي شاشة طليق بومبايل يمكن تصنيفه انه في مجموعة كبيرة من المواصفات بنروح بشكل عاملي لمجموعة من الاختبارات وهي اختبارات تخص اختبارات او التحمل والكلام ده كله غرض منه هو انحنا بنتأكد من طبيعة البلد بتاعت البوكو اف سري نافذت مجموعة الكاميرات الخلفية خليط من الازاز والمعدن وخامة الاكريلك الشفاف اللي هي الدرجة يعني درجة البروز اللي تعتبر اقل نسبية من الطبقة الصمرة اللي بنشوفها مجموعة الكاميرات محاطة الحقيقة باطار من المعدن معهم لحظة وجود شبكة دقيقة وصغيرة جدا مع تفكيك الموبايل من الداخل هنتأكد بالزبط ايه الجزء اللي تحت الجزء ده او الدايرة الغامضة دي بضهر في اللون اللي يبقى دل ممتع ده بيبقى ازياز مصانفر زي ما قلنا ان هو ضد البصمات بشكل كبير جدا وبيمنع الغبار وتكون الغبار بطبقة حماية جرالة الجيل الخامس الملمس المط ده يعني بيدا عكسات هادية جدا تعتبر حاجة ممتعة جدا وهي ريئة كده بخلاف كتير من اصدارات الاجازة المنافسة زي مواضح كده مع عدة محاولات لخدش الظهر ده بالعملة لاحظت ان خامية العملة هي اللي اتأثرت او هي اللي سابت بقايا على الظهر الازاز محصلش ايه تأسير للظهر الازاز لما بنمسح كل الكلام ده بيروح بدون اي مشاكل مش بيبقى منه اي حاجة او اي اثر على اللون لابد الممتع المصانفر اللي في النسخة اللي معانا احد اهم موازات البوكو افسر هي الوزن القليل والنحافة القليلة بالنظر لمعظم اصدارات بوكو اللي راجعتها خلال الفترة اخيرة التخان هنا سبعة وتمانية من عشرة ميلي يعني اقل من تمانية ميلي ده رقم يعتبر ممتاز جدا مع وزن اقل من متين جرامب بالضبط مية ستة وتسعين جرامب التخانة مع الوزن القليل مع الديزان الشيك والكريفات اللي موجودة في ضهر موبايل خلطة الحقيقة مسالية بتدي شكل فخم جدا للجهاز اللي معانا بندخل بقى في اختبار عنيف جدا وقرار ان انا عمل اختبار ده على اي جهاز ان انا بعمله مسلا او قررت ان انا ادخل اختبار تاني والحقيقة القرار يعتبر جريء اثناء الاختبار ما ظهرش اي تأثير سلبي على سواء بقى تاني او طقطقة او ايا كان حقيقة قاوم بشكل ممتاز جدا اصل بس بعض اصوات طبعا لان الموضوع ده وارد جدا اثناء اختبار عنيف زي كده ولكن بدون اي تأثير يزكر على اي وظيفة او حتى على الشكل الخارج بتاع الموبايل اختبار صعب جدا وكون البوك افسرية عد منه ده حاجة الحقيقة بتطمن جدا جدا وبتطمنك انت كمان انت بتدفع سبعة تلاف جنيه في الجهاز يعني مش هيتطني منك مش هيتأثر بقي شكل اثناء الاستخدام التقيل حاجة من اهم الامور بحيب بركز عليها في فيديوهاتنا هي الكشف عمد احكام وتقفيل الموبايل من الداخل والخارج وتقفيل الخماك مع بعض وبلا شك اختبار المية اختبار بيكشر بشكل قاطع لدرجة اتقان التصنيع يعني المية هنا مش غاية ان احنا بس نغطى صنوبيل في المية ولكنها وسيلة للتأكد من درجة اتقان التصنيع مع التأكدات المعتادة على ان الموبايل غير معدل التصوير في المية او في الغمر في المية بقي شكل والضمان ويعني التوكيل زينا بنقول كل مرة مش بيغطي التلف الناتج عن يعني سقوط الموبايل في المية او تضرره من المية خبص الفكرة من الاختبار اللي احنا بنقدمه بشكل مفيد ما لاحزتش اي ملاحظات صلبية على اي وظيفة من وظيفة الموبايل اسناء الاختبار وده امر ممتاز جدا درجة الشريحتين هنا في حماية في موجود على درجة الشريحتين لمنع اي تصرر بليس سواء للاجزاء الداخلية سواء البطارية او اللوحة الام او ما الى ذلك درجة الشريحتين بدون كارت بتركيب كارت باموري خارجي لو عايز تنقل داتا من موبايل قديم او من كمبيوتر او ما الى ذلك في فلاشة من طرف ومن الطرف الثاني عادي ممكن تستخدمها بدون اي مشاكل وهي هتشتغل معاك وما فيش اي مشكلة خالص في الجزء الثاني من الفيديو هنتعرف على المكانات الداخلية وماذا تأثرها بمجموعة اختبارات العنيفة اللي تمت على الموبايل ورأيي اجمالة في قرار الشرع في نهاية الفيديو مع اول طلع على المكونات الداخلية بنلاحظ وجود المكونات الداخلية بحالة ممتازة بدون اي اثر رطوبة والظهر هنا بتخانة قرب الواحد ميلي مع ملاحظة وجود طبقات من الجرافيت على الظهر نفسه على المكونات الالكترونية وده امر مفيد جدا في تقليل درجة حرارة او توزيع الحرارة ما بين المكونات وبعضها وهنا بيظهر بوضوح للواحدة الاولى جزء من اسرار الهاردوير الداخلي هنا مايك تتبع الاصوات اثناء تسجيل الفيديو مش مايك اضافي لعزل الضوضاء مايك اضافي لعزل الضوضاء موجود ولكن انا اتعرض له كمان شوية اثناء تفكيك اللوحة الام وكمان مايك ده بيقلل النيز اللي بيحصل اثناء التصوير في ظروف ياهوة او يعني رياح او ما الى ذلك بيجي بحساسات ضبط السطوع التلقائي المحيطي 360 درجة هنا اول سنسور بيبقى موجود تحت الفلاش المستشعر التاني هنتعرف عليه اثناء تفكيك اللوحة الام وهنا عدسة كاميرا الرئيسية عدسة وايد بنظام حركة ثلاث جدا وبتالي بتدعم خاصية الاوتوفوكس بمستشعر بدقة تمانية واربعين ميجا بيكسل فتتها سائف واحد فاصلة تمانية في كاميرا تانية للزاوية الواسع جدا تمانية ميجا بيكسل واخيرا كاميرا خمسة ميجا بيكسل تدعم الاوتوفوكس وتعتبر تيلي ماكرو او تعتبر يعني بتقرب وفي نفس الوقت بتطلع لك صور ماكرو وفيديو ماكرو وكمان بعد ساموة تحركها يعني بتدعم خاصية الاوتوفوكس وده هيعتبر واحدة من احلى يعني الكاميرات الماكرو الموجودة فاي مركة منافسة لشاومي بفئتها التلاتة سواء مي او بوكو او ريدمي السيلفي موجودة في سوق بأولهل جدا في الشاشة بدقة عشرين ميجا بيكسل طبعا ده اصغر طوق بلايه كاميرا السيلفي موجود حاليا تقريبا على اي موبايل انا رجعته خلال الفترة الاخيرة بنرجع تاني للعدسة الاساسية وتعتبر مميازة جدا اسنان التصوير السابت او الفيديو وده بسبب سرعة استجابة ودقة نظام الحركة الخاص بالعدسة ارقام ميجا بيكسل اقل مباقي من نفسين واقل حتى من الاسدارات الخاصة بشاومي مع ملاحظة ان العدسة هنا غير دائمة لخاصية تثبيت التلقائي الاو اي اس تثبيت الفيديو بيشتغل عن طريق السوفتوير مع الجايروسكوب وغطح مية اللوحة الام خليت من استيل ستيل مع البلاستيك ملحق بيه قوي لينفسي الوصول لباقي اسرار الهاردوير بيحتاج خلع اللوحة الام وخلع البطارية بحيس ناخد فكرة اعمق عن محتوى الجهاز وهل بيدعم نظام تبريد ده لنا هتأكد منه تفصيلا خلال اللقطات القادمة مع اول نظر على السبكة الالمونيون بنلاحظ وجود سيرمو بيستة على شريحة نحاس كبيرة اعتقد تحتها نظام تبريد وعلى اطراف الاطار بنلاحظ اندشار انترنات الشبكة مع سمعة المكالمات الكبير استقبال الشبكة هنا حاجة محترمة جدا جدا فيش اي ملاحظات سلبية على استقبال الشبكة سواء واي فاي او الشبكة الرئيسية او يعني او تجربة بصفة عامة بناخد نظرة تفصيلية عن وحدات الذاكرة ومجموعة الايسيات الموجودة على اللوحة الام اللي هي باختصار المعالج والرمات والذاكرة معالج هنا هو معالج سناب درجة 870 بتقنية تصنيع السبعة نانوميتر تقنية موفرة جدا للطاقة بتردد كبير بيوصل لثلاثة واثنين من عشر جيجا هيرتز مع واحدة الذاكرة يو اف اس تلاتة فاصلة واحد وتمنى هيجا رام من نوع دي دي ارفايف ولاحظت ان الرام مع المعالج الاثنين مدمجين في واحد ومتغلفين بالمعجون الحراري السيرموبست اللي بين الحرارة لنظام التبريد بسرعة جدا مواصفات ممتازة تعتبر من افضل ما يمكن بالمعالج الرائد مع الرام السريع والذاكرة الضخمة من نوع الاسرح حاليا يو اف اس تلاتة فاصلة واحد والكلام ده كله جاي من شركة امريكية اسمها مايكرون تكنولوجي يعني مواصفات ممتازة جدا من مصدر موصوق تماما لما بنخلع الاسبيكر الاساسية بنلاحظ وجود مبين لحالة تصرب المية معنى وجود ده باللون ناصع البياض وعدم تحوله الى اللون الاحمر انا بتصرب رطوبة او اي اثر للمية وليه المكونات الالكترونية الداخلية تاني ستيكر بنلاقيه بنفس الطريقة نضيف تماما تحت البردة على الهوز الداخلي الالمونيوم نظام الصوت في الموبايل اجمالا بدون اي ملاحظات سلبية صوت الاسبيكر الرئيسية مميز وعالي الحقيقة ونقي لان الاسبيكر مدمجة بشكل ممتاز داخل الهوز محكم جدا والسماعة الرئيسية بتشتغل مع سماعة المكالمات كستيريو سبيكر بنيجي بقى للملاحظات السلبية والعيوب الموجودة في الهاردوير الداخلي اول حاجة لاحظت غياب لمبة الاشارات اللي بتنور اثناء الشحن والتنبيهات وكمان غياب مستشعر المقربة المسؤول عن قفل الشاشة اثناء المكالمات من فوق بقى كده لما لجي نبص على الفتاحات الموجودة من فوق بنلاحظ ان الصوت بيخرج من فتاحات السماعة في الفريم الخارجي يعتبر بيقلل خصوية شوية اثناء المكالمات حيث ان لا اي حد جنبك ممكن يسمع المكالمة وما الى ذلك على ناحية التانية بنلاقي مكان بقى لفتاحات منفذ الاي ار وجنبه فتحة لمايك عزل الضوضاء او يعني عزل الضوضاء اثناء المكالمات والتجربة الفعلية استثنائية جدا في موضوع عزل الاصوات اثناء المكالمة بحيث انه مفيد جدا في المكالمات وبيمنع الضوضاء للطرف التاني بشكل مثال الحقيقة معناه الكلام ده عندك تلات ميقات واحد اساسي والتاني لعزل الضوضاء والتالت موجود يعني مع مجموعة الكاميرات لتصبيت بقى صوت الفيديو بحيث يبقى محيتي ومعزول بشكل معين ويركز لك على الهدف اللي بيتكلم او الهدف اللي بيطلع منه اعلى صوت مدخل الشحن الطيب سي موجود على بوردة مساعدة مفاصلة بتتصل باللوحة الامة عن طريق كابل مرن موجود اعلى البطارية كابل الشاشة نفسه موجود اسفل البطارية فيعني تشكيلة ممتازة من كابلة التوصيل المرنة وهنا شون بتقدم حل مميز جدا في التصميم بيسمح بسهولة خلع البطارية بمنتهى السهولة بدون اي ضرر محتمل اسناء الصيانة وده طبعا امر مطمئن جدا وآمن تماما البطارية هنا بساعة اربعة تلاف خمسمائة وعشرين ميلي امبير عليها كافة شهادات الامان المعتمدة الدولية بطارية كبيرة موجودة في موبايل بصمك اقل من تمانية ميلي سبعة وثمانية من عشرة ميلي يعتبر شيء ممتاز جدا في التصميم وميزة الشحن السريع اصبحت ميزة لا غنى عنها في الفين واحد وعشرين وهنا طبعا الشحن المرفق في علبة الشارة تلاتة وتلاتين واط بيشحن الموبايل اجمالا لغاية مية في المية في اقل من الساعة وده رقم محترم جدا تحت البطارية بنلاقي نظام التبريد نظام تبريد سائل يعتبر واحد من اهم اسرار البوكو ونظام التبريد ده متطور جدا بحيس ان الانبوب النحاسي منبرة بيكون متغلف برقائك الجرافيت اللي تعتبر يعني مرنة والانبوب نفسه بيبقى مقفول على سائل مضغوط وقنوات داخلية من النحاس النقي لنقل الحرارة عن طريق الوسيط السائل اللي بتحرك لنقل الحرارة من منطقة المعالج والزاكرة للاجزاء الخارجية زي الهيكل الخارجي الشاشة كل الامور دي مع وجود قطعة كبيرة من النحاس او يعني بنلاحز انها متغلفة بالسير مويست وده امر يعتبر مؤشر على مدى اهتمام شاومي كبير جدا بقضية التبريد الحرارة او بقصة تقليل الحرارة وتوزيع الحرارة داخل الجهاز خاصة مع المعالج اللي بتردد عالي جدا اللي يعتبر يعني شغله عالي جدا جدا وبالتالي محتاج نظام تبريد استثنائي وده اللي متحقق هنا في البوكو اف سري نظام الفيبريشن معتمد على قطعة هاردوير تعتبر استثنائية وتعتبر متفردة في الفئة المتوسطة بتكنولوجيا متطورة جدا بيطلق عليها يعني مطور مربع ده تجربة هنا فيه الجهاز ده تعتبر تجربة متفردة مداخل المايقات وفتاحات الموبايل مؤمنة بشكل مثالي بحيث انها ما تتأثرش نتيجة الاستخدام الخاطئ اللي دبوس الشرحتين طيب خلاصة الفيديو رأيي الاخير البوكو اف سري واعتبر افضل الخيارات المتاحة حاليا كخلطة مواصفات وهاردوير متقن وده بان من خلال الاختبارات اللي عملناها وتفكيك كل قطع من قطع الجهاز عشان نقدمنوكم الخلاصة حيث تبقى واخد فكرة مفصلة عن كل قطع الجهاز اللي بدفع فيه سبع تلاف جنيه في حقيقي انا مبسوط جدا جدا متطور الحصل في مجموعة الاصدارات الاخيرة من شاومي خاصة البوكو اف سري واعتبر واحد من احلى واشاك تسممات الفين واحد وعشرين بالاضافة الى اداء عالي جدا جدا ولكن طبعا مع الملاحظة الجوارية وهي عدم موجود مستشعر حقيقي للبروكسيمتي او التقارب بيحلوها شوية عن طريق السوفت وير نوع بيستخدموا حساسات الحركة مع تصبيت السوفت وير ولكن طبعا الموضوع لا يخله من اخطاء ومش مزبوط زي المستشعر الحقيقي اللي كنا شفنا الحقيقة في البوكو اكس سري برو انا معرفش ده التنازل هنا في الجهاز ده اممكن عشان الشاشة الامولد من حقيقة مش عارف وقرار مش مفهوم دي كان كل امور خاصة بالبوكو اف سري اتمنى تكونوا استفادتم واستمتعتم بالفيديو حابيت اقدم الفيديو ده بشكل مرجاعي عملي لمجموعة من اهم اسرار واختبارات البوكو اف سري مش موجودة على يوتيوب شكرا جزيلا وارجو تدعموها بلايك واشتراك في القناة وشوفك على خير ان شاء الله فيديو جديد سلام عليكم